خبر اللي جاي ده خبر مهم جدا عدد كبير من الحكام طلبوا من اللجنة الرئيسية بالتحاد اللجنة الحكام الرئيسية بالتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا عدم إدارة مباريات في كأس الرابطة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة من ربطة الأندية منذ الموسم الماضي اتحاد الكرة بيتواصل مع الرابطة لإرسال مستحقات الحكام المتأخرة عشان يعني عشان يديروا مباريات في كأس الرابطة هو بالمناسبة يعني والحكام ما بياخدوش أصلا فلوس لما واتحاد الكرة كمان ما بيدرهمش فلوس يعني لا اتحاد الكرة ولا يحد بيدي فلوس للحكام بصراحة اكتر فئة مظلومة في كرة القدم المصرية هي اللي المفروض اكتر فئة تكون بتتكرم طول الوقت وبتاخد فلوس كويسة جدا عشان يركزوا جدا في المطشط اللي احنا بنلعبها ونقل نقول الحكام والحكم وما عملش ومش مركز ومش شايف فالراجل ما ليه فلوس ما بياخدهاش يمامش عارف يركز فأتمنى ناس المحترمين في الرابطة ناس أفاضل ناس المحترمين وأفاضل في اتحاد الكرة لو نقدر نحل هذه المشكلة سريعا عشان يهمنا للحكام يكونوا ما عندهمش أي مشاكل ومنازلين يديروا أي مباراة في كرة القدم المصرية طيب